زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول عبر المنصة البرية من مركز حدود جابر وجسر الشيخ حسين ليصبح 500 شخص يومياً في كل منهما بدلاً من 150 شخصاً وفق وزير الداخلية مازن الفرايا وأكد الفرايا أن هذه الزيارة تأتي ضمن الاشتراطات الصحية المعتمدة مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء ولغاية تسهيل إجراءات تنقل المسافرين عبر المراكز الحدودية ترجمة نانسي قنقر